يلا مع بعض النهاردة إن شاء الله نشوف طريقة عمل الفاخر المشوي اهي بالطريقة داية قدام حضراتكم جميلة جدا وطحفة هنشوفها بطريقة عمل أجمل من الحاتي وطعم يطحفة يا جماعة هنشوفها نعملها في الفرن مع بعض ونشوف طريقة العمل ونشوف المقادير هنبدأ نفتح الفراخ المشوي اهي مع بعض بالطريقة دي كده هنجي من جنب العظم بتاع الورك هنفتح خالص ما تاخدش وقت في التسوية هنفتح العظمة ونجي من قدام هنفتح فتح هنا كده وفي الدبوس هنبدأ نجيب السدر هنشوف من الأطراب هنفتح في السدر من تاحي هنفتح فتحتين من فوق هنفتحي من الأطراف هنفتح من الأطراف هنفتح من الأطراف ونشيل الأطراف لسه طبعا الفراغ بتاعتنا هتتغسل هنفتح فتحتين في السدر ونفتح في العظم كده هنبدأ نخسل الفراغ مع بعض ونوريه الحضر بعد ما أسلنا الفراغ هقدر حضراتكم أسلنا كميز جدا هنبدأ نعمل لها محلوم المطهر تطهير للفراغ أغرى عن 3 معالة دقيقة معلقة كبيرة من الملح على لتر مية جنين عصير لمون الديقة عشان يشيل أي نوع أو أي حاجة فيها غير من الفراغ نصف كباية لنتخل المركز والبيض الفراغ يفتح الفراغ والأحماض كلها الملح واللمور والخل بيفتح لول الفراغ وبيبقى مطهر للفراغ هنبدأ ننزل بالفراغ بتاعتنا كلها منسبة في المطهر ده مش أقل من نص ساعة لتر مية معلقة كبيرة من الملح ثلاث معالق من الدقيقة ونصف كباية من الخل المركز هنسيبها فيها إن شاء الله ونصف ساعة ونبدأ بعد كده نخسلها بمية نظيفة ونقدمها لحضراتكم في طريقة العمل بعد ما بسلنا الفراغ بتاعتنا وطلعناها من المطهر هي قدام حضراتكم تطلع جميلة وطحفة ورحيتها لطحفة هنبدأ الخضار بتاعنا قدام حضراتكم كما هو عبارة عن واحدتين من البصل تماطم فلفل رومي أحمر فلفل رومي أخضر جزر وطوم التوابل عبارة عن كاري كوركم كسبرة فلفل أصمر بابريكا ملح كمور من كل حاجة نص معلقة صغيرة معامل نص كباية من الزيل كباية من الميا فنجال من الخلب هنضرب كده قدام حضراتكم اهو الفراخ المشوي طريقة جميلة جدا زي الحاتي واحسن كمان هننزل الحاجة بتاعكنا كده قادي نزيل وقادي الباية جديدة بالميا فنجال من الخلب هنعصر واحدة كلمون اهي وحننزل بالتوابل بتاعتنا كلها اهي قدام حضراتكم كل التوابل بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها هنلاقي المقادير كلها موجودة في صندوق الوصف على اليوتيوب وحننها موجودة على صفحة الفيسبوك برضو المقادير كلها اللي احنا مكتوبة ان شاء الله يا رب حلاك المرد يقول عيدا بحضراتكم ساق من العميد نبدأ نخلط كلها وخليط قديم حضراتكم موجودة راح ترطع طعم طحفة ملوش حالق اهو قدام حضراتكم بالشكل ده بعد ما عملنا المرنية اهو قدام حضراتكم اهو شرقي ولا زبادي ولا اي حاجة ده مرنية شرقي زي فراخ الحتي بالزبط هننزل بكل ربع كده اهي الصناية ديته جماعة والشبكة قدام حضراتكم طبعا ما عنديه شبكة ومش هعمل على الفرن مش هعمل على شواية انا هدخل الفرن الصناية اللي تحت هتبقى موجودة اهي فيها حوالي 3 كبات كبار من المية وشبكة الفرن اهي هنطلع نرس الفراخ بتاعتنا كده بعد ما تاخد التست بتاع المرنية اهي هننزل جورتين فرخة اهو هنغطسه قلب المرنية كله كده وهو متفتح زي ما فتحناه قدام حضراتكم اهو اهو طبعا المرنية اللي حيتبقى واللي هينزل من الفراخ هينزل في قلب الصناية اللي فيها السوس هيبدي طعم وتستطح فال الفراخ وهي في الفرن اهي هبتتزيل المشوي احسن عشان اللي معندوه الشواية موجود الفرن هنحطها في قلب الفرن عادي ونشوفها طبعا الفطرية تادي اهي قدام حضراتكم على الشبكة بتاعت الفرن وحندخلها هتقعد حوالي ساعة ونقدمها لحضراتكم ان شاء الله اهي الفراخ قدام حضراتكم هيت هتقعد ان شاء الله في الفرن ساعة اهي ان شاء الله نشوفها في طريق التادي قدامنا مع حضراتكم النهاردة طريقة عمل الفراخ المشوي اهي بفضل الله افضل من الحاتي تلعب بالطريقة دية قدام حضراتكم قاعد بالزبط ساعة و 15 دقيقة داخل الفرن اهي شوفنا طريقة العمل شوفنا طريقة التحضير دي تقديم النهاردة هي قدام حضراتكم ويا رب حلقت النهاردة تقول اعجاب حضراتكم اهي بالشكل الجميل ده هتلاقوا المآدير كلها موجودة على صندوق الوصف يعمى على صفحتنا على الفيسبوك بطريقة العمل وطريقة المآدير اهي لا تنسوش الاشتراك في القناة عشان خاطر يوصل لحجاركم بكل جديد لا تنسوش متابعينا على الفيسبوك عشان خاطر تشوفكم بكل جديد ان شاء الله انتظرونا في المزيد ويا رب حلقة النهاردة تطول اعجاب حضراتكم وشكرا اشتركوا في القناة